اشتركوا في القناة يمكن قصدك أبو حمد الغزالي الذي كان أشعريا ثم تاب وقال كل ما خالف السلف فهو بدعة في آخر كتاب كتابه قبل أن يموت بخمسة عشر يوم يمكن أصدك الغزالي الذي تاب من مذهبكم ولا الجوين الذي قال يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام ولا الرازي الذي كذلك قال مثل كلامه من هؤلاء أساطين المذهب الأشعري وقد تابوا منه لا أو ربما يقصد أبو الحسن الأشعري الذي تاب من مذهب علم الكلام إلى أحمد بن حنبل السلفي الذي يدين السلفيون بمذهبه والذي وصف علماء الكلام بأنهم زنادقة المصيبة أن الأشعر يغضون الطرفة تماما عن توبة أصل المذهب الأشعري أبو الحسن الأشعري إلى المذهب السلفي الذي يمثله أحمد بن حنبل هو مصيبته لا ممكن عبد القادر يكون أصده محمد عبد الواحد السفيه المغرور الذي كان يقول فلان ذهب إلى الحج أو العمرة وجلس يشرب من ماء زمزم بنية أن أقبل مصادقته وأنا رأت أمي رؤية وفسر لها الشيخ متولي الشعراوي أن أبنك سيكون من أكابر العلماء هنيئا إذا كان هذا هو الذي تاب من المذهب السلفي فهنيئا لكم به خدوا هنيئا لكم به صحتين على قلبكم بس نحن أخذنا منكم الغزالي والجويني والرازي والباقلاني وكثير فأنتم ماذا أخذتم؟ هالمصطول؟ هنيئا لكم به هذه واحدة إذا كان كبار المذهب تابوا منه فعلى ما تتبجح وتقول هؤلاء كانوا عندكم ثم جاءوا عندنا أصلا تركوكم كبار أصحاب المذهب تركوكم وتابوا إلى الله عند موتهم ضروا الصميم نأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة العقل رأيته وهو يقول السلفيون لا يعملون عقولهم لا يشغل نحن الذين نشغل عقولنا ونستخدم علم الكلام ونحرره بالأدلة العقلية ذكرتني بطريقة المعتذرة أنتوا أصلا كل شيء عند المعتذرة عندكم شوف ما ذا قال القاضي عبدالجبار جدك جدك يعني مفروض تقوله يا جده يا جده عبدالقادر مفروض تناديله يا جده عبدالجبار لأنه هو أصل مذهبكم انظروا ماذا يقول يا أخوان الأدلة أربعة واحد حجة العقل اتنين الكتاب تلاتة السنة الرابع الإجماع ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل هذا مين هذا شيخ الرازي مصدره شيخه شيخه يعني كان معه لا هذا أصل عقيدة الرازي القاضي عبدالجبار المعتذلي يقول في كتابه شرح الأصول الخمسة صفحة 88 أن الأدلة أربعة العقل بعدين الكتاب والسنة والإجماع شفت مصدر عقيدتك وين مصدر عقلانيتك من عند المعتذلة وذكر المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 87 أن المعتذلة تصرفوا في الألفاظ بمقتضى عقولهم فأولوا وبدلوا وكفى بهذا الكلام من شارح أحياء علوم الدين دليلا على تسرب الكورونا الاعتزالية إلى المذهب الأشعري كورونا 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 اعتزالية إلى المذهب الأشعري واضح أنت مبسوط أنه قدمتم العقل تفضل هذا شيخك عبد القاضي عبد الجبار هذا شيخك يتبجح بتقديم العقل على القرآن والسنة فأنت له تبع حتى في هذا أنتم مقردون المعتذلة قال استوأي استولى قلتم استوأي استولى وهكذا إلا في بعض المسائل من أخذ عن القاضي عبد الجبار في ذلك الرازي قال بأن المتشابه هو ما خالف الدليل العقلي والإحكام هو عدم المعارض العقلي فما وافق عقله حكم بأنه محكم وما خالف عقله حكم بأنه متشابه وصار الرد إلى العقل عند التنازع لا إلى الله ورسوله لا حتى الفطرة البشرية يخالفونها ويقدمون عليها العقل كما قال الغزالي وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعا هو صادق بل الصادق ما يشهد به قوة العقل المستصفى المجرد الأول صفحة 47 وقرر الرازي أن الأدلة من كتابه سنة لا تفيد اليقين تفيد الظن ولا تفيد اليقين إلا بعشرة شروط ذكر منها عدم المعارض العقلي وتبعه في ذلك أبو حيان النحوي قال هذا في محصر أفكار المتقدمين والمتأخرين صفحة 70 وتبعه في ذلك أبو حيان النحوي الذي قال لا تعجب أنه معالي لابن تيمي هذا أبو حيان لأنه على طريقة المعتزلة انظروا ماذا قال فما صح في العقل نسبته إلى الله نسبناه وما استحال أولناه بما يليق به تعالى ما يعني أولناه يعني أعطيناه معنى آخر بدلناه كما قال ابن خزيمة لما تعقب تأويلاتهم قال وهذا تبديل لا تأويل رحم الله ابن خزيمة تفسير البحر المحيط المجلد الأول صفحة 121 إذن المعتزلة لما ينكروا ويصيروا معطلة هم لا يقولون نحن كفرنا بذلك لا يقولون نعطيه معنى آخر وهذا الذي يفعله الأشاعر اليوم نفس الشي نعطيكم مثال يا أخوان حتى تشاهدوا التناقض العقلي عند الأشاعر انظروا لما أنكر الأشاعر على الفلاسفة والمعتزلة تأويلهم عذاب القبر بالعذاب النفسي يعني مثل ما يرى النائم من الأحلام المزعجة أنكر عليهم الأشاعر وقالوا كيف تأويلون نصوص القبر نصوص القبر واضحة وكثيرة متواترة فكيف تنكرونه فرد عليهم المعتزلة وقالوا قولنا في عذاب القبر كقولكم في صفات الله يا أشاعر ضرب في الصميم للمذهب الأشعري بمعنى إذا قلتم أيها الأشاعر أن الرسل أجمعوا على المجيء بنصوص المعاد ولا يمكن أن تؤول فيقول لكم المعتزلة وقد أجمعوا على نصوص صفات الله فإن منع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن يمنعها هنا أيضا فإن قلتم العقل أوجب تأويل نصوص الصفات دون المعاد شوفوا التحكم الأشعري قيل لكم هاتوا أدلة العقول التي أولتم بها الصفات ونحضر نحن أدلة العقول التي أولنا بها المعاد فإن قلتم إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الرسل بالضرورة قيل لكم وإنكار الصفات تكذيب لما علم أنهم جاءوا به بالضرورة فإن كان تأويل عذاب القبر جريمة فتأويل صفات الله جريمة أكبر وكيف نعاقب نحن على تأويلنا لعذاب القبر وتأجرون أنتم على تأويلكم لصفات الله شوفوا التناقض والمعتزلة أنكروا عذاب القبر بنفس أدلة الرازي ماذا قالوا؟ نحن نشق عن الميت بعد لفنه فلنرى أثرا لأي تعذيب وقد حكمت عقولنا بما رأت عيوننا وبمختضى تقديم الرازي للعقل يصير هؤلاء معذورين فيما تأولوه لأن عقولهم حكمت على ما رأت رأت أن الميت لا يتعرض لعذاب فحينئذ قالوا عذاب القبر آلام مثل المنام يشعر المدفون بأنه يرى عذابا لكن يراه في منامه فيلزمكم بمقتضى قاعدة الرازي أن تأولوا نصوص عذاب القبر كما فعلتم في تأويل نصوص صفات الله عز وجل نفس الشيء ولا تكون متناقض أبدا وبهذا ترى تطابق العقلانية الأشعرية مع العقلية المعتزلية وأن كليهما يمجدان العقل إلى درجة أنه ممكن الإنسان منهم يقول لا إله إلا الله عقلي رسول الله إذا كان العقل مقدم على القرآن والسنة خلص عقلي رسول الله شفتوا التناقض والسلام عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن لنا لعصمة باتباع الكتاب والسنة ولم يقدم العقل ولم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي عقولكم والكتاب والسنة لا ومشاء الله ومشاء الله كثير من العباقرة والأذكياء كثير منهم بجهنم ابن سينة كان عبقري الجاحف كان عبقري ثم التناقض العجيب تقولون نقدم العقل هذا العقل يقول أن تأويلاتكم محتملة غير مقطوع بها فكيف الأدلة غير يقينية عند الرازي لكن العقل يقيني مع أن هذا العقل أنتج لنا تأويلات محتملة شفت التناقض لكن الشيء الذي ورثتموه عن المعتزلة طبعا ميراث المعتزلة عندكم كثير لكن مما ورثتموه عن المعتزلة عدتم إلى التحسين والتقبيح العقليين وأهم ما خالف به أبو الحسن الأشعر المعتزلة في هذه القضية التحسين والتقبيح العقليين ولذلك قال لا قبيح إلا ما قبحه الشرع ولا حسن إلا ما حسنه الشرع أنتم خالفتم أبو الحسن الأشعر حتى في هذه ورجعتم ورجعتم إلى شعار المعتزلة لا إله إلا الله عقلي رسول الله شفت ميراث المعتزلة عندك يا عبد القادر 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 شفت ميراث المعتزلة عندك يا عبد القادر